اهلا بكم في كايرو دار ونكمل مع بعض شرح تفصيلي لشابتر 4 ووصلنا المرة اللي فاتت للألمنس أوف جروب 5A ووصلنا في الألمنس أوف جروب 5A للبروبرتي لسمها اكسيديشن ننبر منلاحظ بها حاجة غريبة جدا في الألمنس أوف جروب 5A بشت كده معايا الكمباونز دي دي سفر الكمباونز للنيتروجين أمونيا NH3 هيدرازين N2H4 هيدروكسايلامين NH2OH نيتروجين N2 نيترس اكسايد N2O نيترس اكسايد N2O نيتروجين تري اكسايد N2O3 نيتروجين داوكسايد N2O2 نيتروجين بنتاوكسايد N2O5 لو جيت احسب الأكسديشين نمبر أوف نيتروجين في هذه مولوكيوس هالها الأكسديشين نمبر في الأمونيا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ طبعاً زيرو لأن أي في الأموني الموضوع equal zero والكلام ده أخذناه في شاتر 2 الأكسديشن نمبر أوف نيتروجين في الـ بوستيف 1 تعالوا دعا نلاحظ مع بعض ايه القصة بالظهر هلاقي هنا كده ان الناتروجين هز سيفرال اوكسيديشن استيتس رينجيس فروم نيجاتيف ثري تو بوزتف فايف الاوكسيديشن ننبر رينجيس فروم ايه نيجاتيف ثري تو بوزتف فايف بس لازم الاحظ حاجة مهمة جدا ان هو اوكسيديشن ننبر اوكسيديشن ننبر اف نايتروجين بيبقى نيجاتيف وين بايندو ويذ هيدروجين اوكسيديشن ننبر اف نايتروجين اكوال زي نيجاتيف فاليو وين بايندو ويذ هيدروجين بط اوكسيديشن ننبر اف نايتروجين اكوال بوزتف فاليوز وين بايندو ويذ اكسيجين الوكسيديشن نمبر بيبقى نيجاتف لما يرتبط بالـ H ويبقى بوستف لما يرتبط بالـ O فممكن يقول لي هنا ايه لو قال لي سبيس تو سبيس بس اقول له فروم نيجاتف 3 تو بوستف 5 طب لو قال لي وين بايندوذ هايدروجين اقول له رينجز فروم نيجاتف 3 تو نيجاتف 1 بتكلم عن نيجاتف بس طب لو قال لي اوكسيديشن نمبر اف نيجاتف رينجز فروم اسبيس تو سبيس وين بايندوذ اوكسيجن اقول له فروم بوستف 1 تو بوستف 5 اذا في عندنا هنا ثري جيف ريزون زفرست وان لين نيجاتف عنده سيفرال اوكسيديشن ستيتس اللي خلى النايجاتف عنده كل الاوكسيديشن ستيتس دي هنسترجع مع بعض الالكترونيك كونفيجوريشن بتاع النايجاتف هتلاقي الاتوميك نمبر سيفن يبقى 2 5 الاوطر نيفل فيه كم الكترون 5 اتنيه لوز 1 2 3 4 or 5 electrons or gain 1 2 or 3 واحد يقول لي تبدأ نانمتل ازاي بيعمل لوز هقول له ان لوز هنا مجازا معناه اللي هي الالكترو نيجاتفتي زي ما يتضح في الجيف ريزون اللي جاي اوكسيديشن نامبر اف نايتروجين اكوال نيجاتف وين كمباين ويف هايدروجين لو بيبقى نيجاتف لما يرتبط بالاتش بكوز الكترو نيجاتفتي اف نايتروجين is higher than hydrogen والعكس لما يرتبط بالايتروجين بايتروجين بكوز الكترو نيجاتفتي اف نايتروجين is lower than oxygen الكترو نيجاتفتي اف نايتروجين is higher than hydrogen but lower than oxygen وده بيفصر لنا لين نايتروجين عنده سيفرال اوكسيديشن استيس منها نيجاتف ومنها بوزيتف ميكست بروبرتي اللي جاية اسمها الوترو بي ايه بقى حكاية الالوترو بي ديات تعال لاحظ مع بعض هنا في التيبل اللي قدامنا ده تلاقي عندك الفوسفرس في منه واكسي وايت وفي منه ريد وفيه فيلوت يعني فيه تلات انواع من الفوسفرس وايت وريد وفيلوت او تلات اشكال سوري الارسينيك فيه تلات اشكال بلاك جري وييلو الانتيموني ييلو وبلاك ايه بقى القصة ديت عشان نفهم القصة دي انا افكركم باكزامبل مشهور جدا برا جروف 5 ايه خالص اللي هو الكاربون سي الكاربون دا ليه كم شكل فيه سي اسميها كاربون فيه سي اسميها جرافايت فيه سي اسميها دايموند يبقى فيه تلات اشكال كلهم الليتر بتاعهم سي كاربون وجرافايت ودايموند خلينا في الكاربون والجرافايت بيقابلونا كتير هتلاقي ان فيه فرق مهم جدا الجرافايت كونداكت الالكتريستي والكاربون دازنت كونداكت الالكتريستي اذا ممكن الايموند يكون ليه اكتر من شكل بس هما سيميلر ان كيميكال بريبيرتيز با دفرانت ان فيزيكال بريبيرتيز البريبيرتي دي اسمها الالوتروبي او التعاصل بريسنس اف ايموند ان مور فورمز سيميلر ان كيميكال بريبيرتيز با دفرانت ان فيزيكال بريبيرتيز والسبب في وجود البيبيرتي دي بيرجع ان فيه دفرانت ارينجمنت اوف اتومز ان انا بغير ترتيب الاتومز عندي فيتغير الشكل زي لما اجي عندنا كده في البيت مثلا انا اغير ترتيب الريسيبشن عندي مجرد ما اغير ان القطعة كل واحدة مكان التانية بيتغير الشكل الخارجي بس لكن الكمبوننس كلها واحدة فتلاقي عندك هنا الفوسفرس سواء ان كان وايت او ريد او فايلوت كلها لها زي سيم كيميكال راكشن با دفرانت ان فيزيكال بروبرتي دي اسمها الالوتروبي بس بتلاحظ بقى هنا حاجة تؤكد الكلام اللي بنقوله ان مش كل الالمينس اوف جروب 5 اي هاذ الالوتروبيك فينومينا وما الايه اللي بيحصل تلاقي ان النيتروجين اند بيزموف هاذ نوت الالوتروبيك فورميز للميتروجين ما عندوش الالوتروبيك فورم وللميزموف ما عندوش الالوتروبيك فورم لان الميتروجين جاز والجاز ما لوش اصلا ارينجمنت تمام؟ ما لوش ارينجمنت خالص في الاير بيزموف ميتل إيه السبب في وجود الألوتروبيك فنومينا؟ طبعا due to different arrangement and number of atoms بروبرت اللي بعد كده اللي هي forming oxides وبنفتكر مع بعض إن oxides three types acidic oxides basic oxides and amphotric oxides كلام ده درسنا بالتفصيل في شابتر 2 يا ترى هو مديني هنا three examples على ال oxides of group 5A N2O5 acidic BI2O5 lubezmuth benta oxides the basic Sb203 the amphotric oxides give reason for nitrogen benta oxides more acidic than phosphorus benta oxides or nitrogen trioxide more acidic than arsenic trioxide عايف تكر مع بعض from up to down في الجروب بيحصل ايه؟ from up to down metallic property increase وطلوعا metallic property increase يبقى basic property increase إذا because the basic property increases and the acidic property decreases from up to down across group دي كانت الاسيديك oxides والبيزيك والامفوتريك oxides of group 5A next property reaction with hydrogen احنا قلنا ان الـ elements لما تام الـ reaction مع الـ hydrogen forming compounds called hydrides لو متل تسمى metal hydrides لو non-metal يسموها non-metal hydrides لو خدنا example N react with hydrogen it forms NH3 الفوسفرس when react with hydrogen it forms fusfying gas الـ arzini when react with hydrogen it forms arzine so nitrogen reacts with hydrogen forming ammonia fusfres reacts with hydrogen forming fusfying but arzini reacts with hydrogen forming arzine والكلام طبعا ليه علاقة بشابتر 3 ونفتكر الامونيا form coordination bond with H positive forming coordination bond between donor and acceptor ودرسنا الامونيوم ايون والفسفونيوم ايون في عندنا هنا give reason أو 3 give reason له the same answer number one ammonia is more basic than fusfying للامونيا more basic than fusfying امونيا is more soluble in water than fusfying امونيا is more thermal stability than fusfying ليه الامونيا more basic more soluble and more thermal stability than الفosfying تعالي نفتكر مع بعض كده from up to down لو حطينا M وتحتها B اللي هو الفوسفرس الام لما يعني ايوني بيديني ايوني H3 والB بيديني BH3 طب ده ما تيجي تحرك بقى from up to down from up to down across groups what happens atomic radius increase so ionization energy decrease from up to down across group atomic radius increase and the eletronegativity decrease لما eletronegativity decrease بان ميترزين is more than fosfirus in eletronegativity so polarity of امونيا is more than fusfying so solubility will be decrease يبقى from up to down atomic radius increase eletronegativity decrease لما eletronegativity تقل يبقى البولارة برضو decrease وبالتالي solubility decrease وبالتالي برضو thermal stability decrease يبقى 3 give reason لهم the same answer امونيا is more basic than fusfying امونيا is more solubile in water than fusfying امونيا is more fernal stability than fusfying وبكده بنكون خلصنا general properties of group 5a وندرس بعد كده اللي تكمل group 5a وتكمل chapter 4 ان شاء الله المرة القادمة اشتركوا في القناة